فضيلة الإمام نستكمل مع فضلاتكم الحلقة الخاصة بالسميع البصير وكنا قد توقفنا عند التأسيس لصفتي السمع والبصر ومنهما ما هو صلوحي قديم وما هو تنجيزي حادث نستكمل مع فضلاتكم هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه وبعد فكما تفضلت نعم كانت الحلقة السابقة مهمة جدا في فهم صفات الله سبحانه وتعالى وكيف أنها قديمة وكثير من الناس يشتبه عليه الأمر يقول كيف أنه قادر ولم يوجد مقدور كيف أنه خالق في الأزل ولا يوجد مخلوق كيف أنه سميع في الأزل ولا يوجد مسموع لأننا كلنا متفقون على أن الكون بكل صفاته والموجودات كلها مخلوقة وحادثة قبل أن تكون كذلك ما هو دور هذه الصفات الخالق وسميع وبصير إلى آخر كنا ومسلنا بأن حتى على مستوى الإنسان سبحان الله هذا تقريب وتشبيه حتى على مستوى الإنسان الإنسان يوصف بصفة من الصفات كامنة وتكون صالح حتى السلاح مثلا يعني يدرس لنا شيخنا يعني تكون الآلة أو البندقية جاهزة ومملوئة وجاهزة هي هذا السلاح تستطيع أن تقول أنه قاتل ولكن ليس قاتل بالفعل قاتل بالإمكان بالقوة يعني الآن هو صالح لأن يقتل حينما فعلا ينطلق فهو قاتل بالفعل لكن لا تستطيع أن تقول أن هذا السلاح لا يستطيع أن يقتل يعني لا تستطيع أن تنفي عنه صفة القدرة على القتل لأنه يمتلك هذه القدرة لأنه يمتلك هذه الصفة حتى وإن لم يحدث الفعل في هذه اللقصة نعم هو يعني الصفة نفسها بيبقالها اعتبارين أو بيبقالها مثلا ممكن نقول يعني هي تكون لها وصفين وصف بالإمكان ووصف بالصلاحية وده موجود قبل أن يحدث الفعل ثم هي نفسها القدرة القوة موجودة حين يعني يحدث أثرها وتكون أثرها هنا هي ليس الصلاحية وإنما هو التنجيز والفعل يعني القتل بالفعل مش عايزة أدخل أنا في مصطلح القوة والفعل والكلام مثلا يعني أنا عندي دلوقتي القدرة على أن أحرك هذا القلم الساكن نعم لكن هل هذه القدرة بالفعل يقولون لا بالقوة اسمها بالقوة يعني عندك القوة على ذلك نعم حينما أحركه هذه قدرة بالفعل نعم فدائما وده موجود عند الإنسان نعم ولله المسأل الأعلى الصفات أزلا اللي هي لا بداية لها نعم هي فعلا صالحة ومستعدة نعم لأن تعمل حينما تنتقل من محارة الاستعداد دس أميه صلاحية مرحلة صلاحية حينما تنتقل من المرحلة التي حين يوجد أو يعني القدرة والإرادة يأتي الوقت الذي ربنا أراد فيه أن يخرج العالم أو يخرج أي موجود من العدم إلى الوجود بالقدرة حسب الإرادة أو أيضا استنادا إلى العلم نعم فعشان كده صالوحي قديم تنجيزي حادث نعم كل صفة من هذه الصفات بهذا الشكل ليقلنا هذا الكلام كلنا نعتقد سامع للمسموعات نعم ومبصر للمبصرات لكن هم خوفا من أن يعني يكون في شبه نعم بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده ونحن مأمورون ليس كمثله شيء نعم وهو السميع البصير قالوا خلاص أحنا نفسر سميع بمعنى عالم وعالم دي ما فيهاش شبه وهم قالوا يعني كيف يعني يسمع المسموعات الاعتراض السائد نعم والمسموعات غير غير موجودة غير موجودة فإذن صفة السامع عندهم بمعنى أنه سامع يعني ما تلحقش الموضوع من إيه اللي يلحقهم يقول لك أنه عالم بأن في هذا الوقت فلاني كذا سيكون هناك كذا وسيكون له صوت ويسمع إلى العلم لأننا نعرف صفة العلم بأوسع الصفات لأنها تتعلق حتى بالمعلومات نعم فإذن هم يردون على من قال إن العلم أن صفة السمع والبصر هي تنتمي إلى العلم أو هي الإدراك بمعنى العلم نعم قالوا لهم لا السمع هو السمع نعم تخافوا مننا أو تخافوا من هذا التفسير لو قلنا لكم أنه يسمع بأذن نعم أو أنه يسمع بقانون الصوت وتموج الأصوات أو أنه يبصر بحدقة أو بوجود الضوء أو بأبو الحزر فعلا حيكون هنا شبه بالمخلوقات لكن أنه يسمع بلا جارحة يعني بلا عضو نعم الأذن ويبصر بلا عضو العين ده ما فيه شبه لأنه لا يوجد صفة العلم ده لازم نعرفها صفة العلم نعم شغلتها إيه نحن نقول أن صفة القدرة لها شغلة نعم أنها تخرج يعني الله يخرج الموجودات من العدم بصفة القدرة نعم والله يخصص الموجودات هذا بكذا هذا بكذا يخصصه بوقت بلون بطول بزكاة بكذا بشيء دون شيء بصفة الإرادة نعم لأن الإرادة هي صفة الاختيار يعني الاختيار بين شيئين نعم نجي للعلم العلم شغلتها إيه العلم ده صفة انكشاف نعم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى منكشف له كل شيء من الأزل نعم وإلى الأبد كل شيء على ما هو عليه وقبل أن يوجد إذن نحن كموجودات أو كمقدورات أو كمرادات لله سبحانه وتعالى منكشفين نحن صور في العلم الإلهي نعم صور لسنا لسنا يعني زوات ولكن لأننا عدم من شو ممكن يبقى الزات في عدم ده مستحيل لأن الزات معناها موجود تقدرش تصفه بأنه يعني متصفهم بالعدم لتناقض جمعا للنقضين ودائما نخذ لبالك المسلمة الوحيدة في الكون كله عند الملحد وغير الملحد حتى قالوا أنها عند الحيوانات هو استحالة اجتماع النقضين لا يمكن تجمع بين النقضين لأن النقضين معناها معناها تقابل بين سلب وإيجاب يعني كأنك تقول قلم لا قلم مش ممكن يستحيل يستحيل التاريخ